موسيقى مراسم تشريع رسمية اقيمت هنا في مقر المقاطعة في مدينة رامالله للنائب في المجلس التشريعي ربيح ذياب قبل ان يحمل جثمانها ليوارى الثرى في مسقط رأسها في بلدة دور القرع شمال شرق مدينة رامالله وسط حضور شعبي ورسمي كبير نموذج ربيحة التي ناضلت مبكرا وخاضت تجربة السجون وتجربة المقارعة مع الاحتلال سواء بالمباشر او حتى في المنابر الدولية ويشهد لها في المنابر الدولية دورها الجريء الشجاع المقارع على الاحتلال ربيحة جريئة تعبر عن وجهة نظرها بكل سراحة وبكل وضوح هكذا كان موقفها سواء داخل الحكومة او موقفها في المنابر المختلفة او حتى بالمنابر المحلية والوطنية ربيحة ذياب اثنان وستون عاما شغلت عدة مناصب مهمة في حياتها السياسية فهي كانت وزيرة شؤون المرأة من عام الفين وتسعة الى عام الفين وثلاثة عشر وهي نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني اضافة الى مناصب عدة من بينها وكيل مساعد وزارة الشباب والرياضة وعضو في المجلس الاستشاري في حركة فتح ونائب رئيس المؤتمر العام لانتخابات الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية كل من له علاقة بفلسطين بشوف اثارها بصماتها في العمل التنظيمي العمل الجماهيري العمل التطوعي في مرحلة كانت هي واحد من مجموعة لا تتجاوز الاصابع اليد الواحدة بتقود التنظيم ربيحة كانت جزء من الكفاح المسلح والقدس لم تحيدي عنها كنت تمتلكين الحاسة السادسة وتحكمين على من حولك ما اذا كانوا وطنيين او مدهونين بالوطنية التزمت بالتوابط التزمت بالقيادة وكانت لك اخوات اجمعنا كلهم على حبك لانهم رأوا فيك خير من يمثلهم ذياب حاصلة على البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية بخمسة وعشرين عاما بدل اربع سنوات من جامعة بيت لحم نتيجة للاعتقال والمضايقات من قبل الاحتلال وهي ام لاربعة ابناء منهم بنت واحدة وقد مرت في حياة سياسية ونضالية كبيرة حيث تم اعتقالها سبع مرات ليكون مجموع سنوات اعتقالها سبع سنوات وقد تم منعها من الصفر من قبل الاحتلال الاسرائيلي لمدة تسعة عشر عاما ربما حفنات هذه الجبانة تنهي مسيرة ربيح ذياب جسديا لكن السيرة النضالية والسياسية والاجتماعية تبقى ظاهرة ولا تدفن جهد قاسم تلفزيون وطن من قرية دور القراء